موسيقى السلام عليكم في بداية سنة 2011 كان الربيع العربي على شقاء في المغرب الأخصى كان يتحدثون عن الربيع الديمقراطي المغربي لا ثورة ولا دماء ولا حكام يهربون أو يفرون أو يقتلون الربيع الديمقراطي المغربي كان حزب العدالة والتنمية إحدى رفعاته الأساسية سبع سنوات هذا الحزب يعيش الآن أزمة خلافات تباين في المواقف والأراء بين زعمات وأقطاب الحزب هذا الحزب اليوم هو أمام أزمة قد تكون حادة هذا هو الملف الرئيسي لحرقة اليوم المحطات المغربية ونستعرض معه في الجزائر جدل في الجزائر في الشارع الجزائري حول تصريحات لبرلمانية جازائرية لحد تدفع عن اللغة الأمازيغية وفي ليبيا الورفلي يطلق صراح محمود الورفلي ونظرية الإفلات من العقاب أما في تونس وفاة تلميذتين في حريق بسكن مدرسي يعيد الجدل حول ظروف الدراسة والتدريس وكما ذكرنا الملف الرئيسي بن كيران والعثماني مقاربات متباينة أهلا بكم في حلقة جديدة من محطات مغربية إذن تصريحات البرلمانية الجزائرية نعيمة صالحي حول اللغة الأمازيغية أثارت جدلاً واسعاً عند الرأي العام الجزائري وعند النخبة وكذلك عموم الشرع الجزائري نتابع بعد هذا التقرير ثم نعود النقاش أثارت تصريحات البرلمانية الجزائرية نعيمة صالحي حول اللغة الأمازيغية جدلاً واسعاً في الجزائر حيث اعتبرتها لهجة وليست لغة وقالت عنها أنها ميتة لا تملك لا الحروف ولا المعاني ولا علاقة لها بالحضارة مدافعة في المقابل وبشدة عن اللغة العربية تباينت الآراء حول هذه التصريحات لدى الجزائريين خاصة أنها أعقبت حالة من الاحتفاء الرسمي باللغة والثقافة الأمازيغية فهناك من رأى أنها تزرع الفتنة وتقصي مكوناً ثقافياً أصيلاً في الجزائر في حين أيدتها شريحة أخرى متهمة دعاة الفرانكوفونية بمحاربة اللغة العربية بعض المحللين ذهب إلى أن هذه التصريحات مسيسة بامتيال وخلفيتها أبعد من الحديث عن المسألة الثقافية في الجزائر وتمثلاتها وأن الشعب الجزائري غير معني بشكل مباشر بطرح مثل هذه الإشكالات بقدر رغبته في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتجاوز مخاطر أزمة قد تدخل البلاد في تعقيدة لا تتحملها ومعنا لنقاش هذا الموضوع عبر الهاتف الأستاذ حبيب بخليفة الأكاديمي والباحث الجزائري أهلا بك أستاذ حبيب أستاذ حبيب تحياتي لك يبدو أن الاتصال نوعية الاتصال غير جيدة سنعود الاتصال بك أستاذ أحبيب في وقت لاحق ونذهب إلى ليبيا نذهب إلى ليبيا الموضوع الليبي إطلاق صراحة محمود الورفرلي محمود الورفرلي المتهم بارتكابه لمجازر وأعدمات جماعية وفردية محمود الورفرلي الأذرع خليفة حفتر وقوات حليفة حفتر محمود الورفرلي الذي كانت تطالب محكمة جينئية الدولية بتسليمه في أغسطس من السنة الماضية نتعب بعض هذا التقرير ثم نعود لنقاش أعلن مسؤول بقوات خليفة حفتر الخميس الماضي عن إطلاق صراح الرائد محمود الورفرلي مؤكدا أنه بعد اكتمال التحقيقات تم إطلاق صراحه هذا وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفرلي بسبب دوره المباشر في إعدامات جماعية وفردية قتل فيها العشرات خلال الحملات التي تقوم بها القوات التابعة لخليفة حفتر في مدينة بنغازي وما جاورها وأظهرت مقاطع فيديو الورفرلي وهو يقوم بقتل رهائن تحتجزهم الجهة الأمنية والعسكرية التابعة لحفتر وهو ما يصنف جريمة حرب مما دفع المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة باعتقاله في أغسطس آب من السنة الماضية وكانت الوحدة التي يتبع لها قالت إنها ترفض أمر الاعتقال وقام مؤيدون للورفرلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بإغلاق الطرق في أنحاء بنغازي وأحرقوا إطارات سيارات في الشوارع احتجاجا على أنباء اعتقاله إطلاق سراح الورفرلي أطلق الحديث مجددا عن جدية اعتقاله كما أطلق موجة غضب في الشارع الليبي واستنكارا واسعا في صفوف المؤسسات والمنظمات الحقوقية محليا ودوليا ومعنا عبر سكايبلو سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي الليبي سيد مروان أهلا بك أهلا وسهلا مرحبا يعني هل تصدق النظرية التي تقول بأن القاء القبض على الورفرلي ثم اطلق صراح ما كان إلا مسرحية بالضغط هذه ليست المسرحية الأولى على المعفقد ليست المسرحية الأولى من نوعها فقد تم القبض على الورفرلي سابقا عندما صدرت بحقه مذفرة في شهر يوليوس الماضي ثم تم الإفراج عنه أيضا صدرت كتاب من قيادة عفق بأنه قد تم إقافه عن العمل أيضا تقدم الورفرلي في شهر غصص باستقالته من القوات الخاصة كما يسمونها ولكن كل هذه الأعمال كانت أعمال سورية لأننا كنا نتفاجأ في كل مرة تحدث فيها مثل هذه السيناريوهات أو المسرحيات أن الورفرلي يعود لممارسة عمله بنفس الحماس وبنفس الوحشية التي كان يمارسها في الصابق ولعل الجريمة الأخيرة التي اتكبها في بداية هذا الشهر بعد تفجيرات السلماني في مدينة منغازي والتي قام في هذه اعدام عشرة سجناء أمام المسجد الذي تم تفجير المستيار مفخة أمامه تعتبر من أكثر الجرائم الدموية ووحشية حيث أنها حدثت أمام المسجد وكذلك بشهادة الكثير من الأهالي منهم أطفال وشيوف وغير ذلك أعتقد أن هذا التمادي في اشتار مثل هذه الأعمال يدل بشكل واضح بأن حفتر وميلاسياته لا تقيم أي وزن لمذكرة المحكمة أستاذ مروان أنت تحدثت أن هذه الميلاسيات لا تقيم أي وزن لمذكرة التوقيف ضد المحمود الورفلي من أين يأتي المحمود الورفلي بكل هذه الحصانة؟ هل خليفة حفتر ويفر كل هذه الحصانة لمحمود الورفلي حتى يؤدي بين معقفين المهمات القادرة؟ خليفة حفتر هو أطلق يد محمود الورفلي وميليشياته التي تتبعه في بنغازي حتى يقضي على المقاتلي مجلس شورة أول بنغازي وفعلا تحقق له هذا الهدف ولكن في المقابل تغولت هذه الميليشيات التي تتكون من كثير من أصحاب السوابق وخارجي شجون الخارجين من السجون وأيضا تتكون من ميليشيات دينية متطرفة تتبع منهج المدخلي وكثيرون في بنغازي الآن محمود الورفلي يعتبر الأب الروحي لهذه العصابات وهذه الميليشيات وهذه الميليشيات هي التي تسيطر على بنغازي الآن وقد وضحت سيطرة هذه الميليشيات وسطوتها في بنغازي عندما نجحت بإقصاء ميليشيات قبائل العواجير في الصراع الذي حدث منذ ثلاثة أشهر بين فراجي جعين وكيل وزارة الداخلية التابعة للسراج وخليفة حفتر فقد قامت هذه الميليشيات بتصفية كل قوة فراجي جعين في بنغازي وطرب كل الميليشيات التي يتبعها من بنغازي ولم تستطع قبائل العواجير وهي من أكبر القبائل في منطقة الشرقية وهي كبرى القبائل في مدينة بنغازي لم تستطع أن تواجه هذه الميليشيات وهذا يدل على أنها أستاذ مروان هناك سوال يطرح نفسه يعني ما ارتكبه محمود الورفلي فيديوهات تثبت هذه الجرائم ومحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسلمه ولكن لا يوجد أي تحرك إن كان ليبي أو حتى دولي من يتابع شاند دولي يتذكر بأن صارت عمليات خاصة ليلقاء القبض على مطلوبين ليبيين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى هل عجزت هذه الأطراف الدولية عن إيقاف وعن تحييد وأخصى على الأقل محمود الورفلي لم نقل يلقاء القبض عليه أم أن هناك غطاء دولي لمحمود الورفلي يأتي من غطاء الدولي الممنوح لخليفة حفتر لا أعتقد أن هناك غطاء دولي ولا أعتقد أن هناك عجز كلا الرأيين ليسوا صاحبا في الحقيقة المجتمع الدولي والدول الغربية لا تقوم بمثل هذه الأمريات إلا في حق مطلوبين للعدالة الأمريكية أو مطلوبين للمخابرات الأمريكية من سميتهم أو من ضربتهم مثلا في أقدام الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقال من دخل ليبيا هؤلاء كانوا مطلوبين للقضاء الأمريكي أو مطلوبين للحكومة الأمريكية ولذلك سعت الحكومة الأمريكية في القبض عليهم ولكن محمود الورفلي ليس مطلوبا للحكومة الأمريكية وإنما هو مطلوب لمحكمة الجنات الدولية وهذه المحكمة ستواصل مطالبة السلطات الليبية لتسليم الورفلي ولكنها لا أعتقد أنها سوف تتخذ أي إجراء إلا عن طريق مجلس الأمن قد تلجأ المدعية العامة للمحكمة الجنات الدولية كما وعدت في شهر أبوستس الماضي لأنها ربما تلجأ إلى مجلس الأمن وهذه دائماً أستاذ مروان وهذه دائماً تعقيدات التي تقابل تسلم مجرمي الحرب إن كانت من محكمة الجنات الدولية أو عبر المؤسسات الدولية أشكرك أستاذ مروان الدرجاش المحلل السياسي الليبي كنت معناً عبر سكايب من ليبيا ونعود إلى ضيفنا المسيدة حبيب خليفة للتعليق حول تصريح نعيمة صالحة البرلمانية الجزائرية حول اللغة الأمازيغية أهلاً بك من جديد أهلاً 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 بكم نعتذر لأستاذ المشاهدين عن ورداءة الصوت في الاتصال الأول أعود لك الآن أستاذ حبيب بالحديث عن خلفية هذا التصريح هل هي خلفية ثقافية هل هي خلفية سياسية أعتقد أن الأمر ضخيف جدا فيما يخص مسألة تطور الثقافة الأمريكية وترسيمها على مستوى المؤسسات ولكن الغريب أو الأمر المضيش هو المواقف التي عرضت إيدا صالحي فيما يخص رأيها فالنسبة ليس اللغة الحبادرية التي تحدثت عن اللغة الحبادرية تحدثت عن الخبائلية وقالت أنا لا أحلل بنتي اللغة الحبادرية نحن الآن في إطار تطوير مجتمع الديمقراطي يسمح بطلار الآراء ومنافسة حلق مواضيع جوهرية بالنسبة للمجتمع المجتمع المدائي ولا يمكن لفئة أن تحدث شيء عن فئة أخرى لذلك هناك خضاء لأن الأمر الخاتير وعندما نتلاعب بقضايا جوهرية فيما يخص رأيها بالتعب الجزائر فتشكف القرية الأمازيغية والشاطر أو الجزء أو المعادلة الخاتفة فيما يخص تنغير هذه القرية أو هذه المسألة نعيب السرسية قبل أن تكون راحية القرية مواطنة أي مواطن لا يتحق أن يجب رأيها في مستهلة اللغة الأمازيغية أو اللغة القرية أستاذ حبيب هذه المقاربة هذه المقاربة بين الثقافي والديمقراطي جيدة وفي حاجة لها الجزائر والفضاء العام الجزائري في حاجة لهذه المقاربة ولكن ألا ترى بأن الواقع في الجزائر الحالة الاجتماعية الوضع الاقتصادي انسداد الأفق العمل السياسي كان هو أولى باشتغال النخبة السياسية في الجزائر على إثارة مثل هذه المواضيع التي تقريبا إلى حد ما محسوم فيها في الرأي العام أو نقول في المفهوم الأساسي عند مكون الثقافي الجزائري أعتقد أن الأمر المستعجل الآن في المجتمع الجزائري هو إعادة النظر فيما يسمى تنظيم الأمور السياسية والاقتصادية لأن عندما تطلق الدولة ويقوم الفساد فبطبيعة الحال تنطلق هذه الأشياء الجزائرية التي لا تساعد عن بناء الدولة أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر لو كانت الثمنة قوية بمؤسساتها ولن يكون هناك فساد لما تجرّق البعض من أن يكون يقبض أبناء الوطن الوحيد تقرح أن الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الوثيرة لأنه يمكن أن يقضح مشاكل المستقبل بالنسبة لحد الدولة الثقافي ولكن هل استشارنا الشعب الجزائري في هذا الموضوع؟ في موضوع مثل ترسيم اللغة الأناغلية أو اللغة التركية أو اللغة التعجيات الأخرى إلى غير ذلك هل السلطة استشار الشعب الجزائري في هذا الموضوع؟ لا يمكن أن يكون هنا أعبيراً عن جد وعي جد ربما الشعب الجزائري سلوخ فضل أشياء وفضل أمو الله على الشعب الجزائري ولكن لا يمكن أن يكون هناك جزائي لبضل اللغة الأبنجرية أو صحة الأبنجرية لأن هذا واضح أستاذ حبيب هذا واضح حتى في القرار السياسي هناك احتفاء باللغة الأمازيغية على مستوى الرسمي بيان لوزارة الداخلية موخراً كما باللغة الأمازيغية واضح أن المكون الأمازيغي مكون أصيل في الثقافة الجزائرية وإعادة طرح هذا الموضوع من جديد وممكن خارج السياق العام أشكر أستاذ حبيب بخليفة الباحث والجامعي الجزائري وإلى تونس حيث تسبب حريق في سكن مدرسي في مدينة تالا بولاية القصرين جنوب غرب تونس في وفاة تلميذتين هذه الحادثة أعادت من جديد الحديث عن الفضاء المدرسي عن ظروف الدراسة والتدريس وحتى نعرف الوضع الدراسي في تونس هذه السنة سنة 2018 نتابع من بعض هذه الأرقام التي تدلل على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي فإحصائيات حول التعليم في تونس 2017-2018 تقول لنا الأتي ميزانية وزارة التربية هي 4925 مليون دينار وهي أهم ميزانية في الدولة وهي الميزانية بتقريب بنسبة 13% من مجموعة الميزانية العامة وتتقدم حتى على ميزانية وزارة الداخلية والدفاع مجتمعتين عدد الجملي للتلاميذ بجميع مراحل التعليم ونطحة عن تعليم الابتدائي والإعدادي والثنوي 2 مليون فاصل 88 ألف تلميذ العدد المؤسسات التربوية في الابتدائي والإعدادي والثنوي هي 6093 مؤسسة أما عدد المدرسين فهو 156 ألف مدرس أما متوسط كثافة الفصل يعني حضور التلاميذ في الفصل متوسط الكثافة هو 24.5 تلميذ وهو معدل متجاوز للمعدل الذي أممي بنسبة 15 تلميذ هو معدل الأممي يعني تجاوز تقريباً بتسعة تلميذ أما معدل تلميذ للمدرس الواحد فهو 14.5 تلميذ وهو معدل يعني مقبولي لحد الماء في معايير اليونسكو للحديث في هذا الموضوع حول الوضع المدرسي وتدعيات هذه الحادثة ظروف الدراسة والتدريس معنا من تونس عبر الهاتف الأستاذ صادق المحمود الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمحافظة القصرين أهلا بك أستاذ صادق مرحبا بيك وشكرني على الاستضافة يعني هذه الحادثة الأليمة وأنت ابن المدينة وابن الولاية أكيد يعني وجدانياً أنت أقرب من ممكن يتحدث عن هذه الحادثة باعتبارك مربي باعتبار التلميذاتين ممكن يكون أحدى التلميذاتك يعني وأنا نعود للحديث عن ظروف الدراسة المناخ الذي تدور في هذه العملية ظروف التدريس هل الفضاء المدرسي اليوم مهيئ من أجل عملية تعليمية سليمة وممكن تكون منصة لناشئة تنهض بتونس شكراً على الاستضافة مرة أخرى في البداية أو في المستقبل أملك اللي نترحم على تلميذتين بريئتين وتعدان معناها فلاش تكبابنا فألمنا الأجواء الطربوية والوضع الطربوي ككل في تونس معناها كقطر هي لا تستجيب للمعايير الدولية والطربوية بل الإنسانية ما جد أخيراً في تالة من هذا الفضيع وهو حريق معناها شبه في في مرقد مديد خاص بالفتيات فتيات معناها دريئة في مقتبل العمر نحن التحقيق لم يتم إلى حد الآن حتى نعرف معناها ما هي الأسباب المهم أن الكارثة حصلت وفقدنا بنتين لأن تحكي قبل حين في التقديم على المعايير معناها يفترض أن المركض لا يستوعب أكثر من 45% هذا المركض بسبب استيعاب وقتها 122% وصادف أن ترس المركض بعد حصول الحادث معناها أجواء فضيعة فيها معناها استهتار بكل قيمة طربوية بل ضربوا بها عرض الحادث وقطاع تعليم الثانوي عبر هياة لي امتداء من الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووصولنا للفرع الجامعي للتعليم الثانوي الذي يتوليه في الجهة وأن قبات العسلية نبهنا مرارا وتكرارا للوضع طربو المشين المزري لكن للأسف لم نجد أذان صاغية هناك معناها أجواء محتقنة الاعتداءات على المؤسسات الثربوية معناها متكررة العنف معناها طال المدرسات والمدرسين حتى داخل طبعات تدريف أتلام دخل ثم تلمير في جهات مثل تالة العريقة الضاربة في جزور التاريخ وغيرها من المدن المطرمي في هذه الرقعة معناها الأرضية المتسعة كولاية الغفري معناها يدرسون في دروس أستاذ صادق أستاذ صادق بعد إذنك تالة المناظلة والثائرة والكل يتذكر الهبة الجماهيرية في تالة في ثورة 17 ديسمبر 14 جنفي أستاذ صادق في مثل هذه الحادثة في دول محترمة وتؤسس لديمقراطيات حقيقية وزير يستقيل كاتب دولة يستقيل كبار مسؤولي الوزارة يستقيلون تحقيق شفاف ونزيه يضرب في العمر ولكن أحداً كما ذكرت لا شيء أسباب ذلك شيء لم يتغير شيئاً بل بالعكس وردادة سؤال بدليل أنه آخر اهتمامات هذه الحكومة وهذه الدولة هو الاستثمار في الرسيق البشري معناها رأينا ما حصل في الأخير معناها بنتاني تأتياني معناها من أسطاع البلاد لتلقي العلم والمعرفة وإنها معناها بهما يجداني معناها تجداني حتى هما معناها شيء معلم من عائلتين فقط معدمتين قطاع التعليم الثاني جند نفسه في سبيل معناها باعتبار كرام الميت والدفن وكل مكونات وأسرة التربوية في الجهة معناها قاموا بما يلزم في البداية الوزارة تستخطر بالوضع بدليل التلامير إلى حد هذه اللحظة لم يدرسوا ولو ساعة واحدة باعتبار عدم توفر لإقامة وحتى انتوحر تحدثت عن استهتار الوزارة تستهتر بالوضع وقبل ذلك الوزارة كانت تتحدث والحكومة تتحدث عن مشروع سلاح تربوي يعني هناك مفارقة استهتار ورغبة في مشروع سلاح تربوي عن أي سلاح تربوي نتحدث والبراءة التلميذ تقتل وتغتصب في مدارس تونس نحن ما لاحكي على الإصلاح التربوي نحن صادف كقطاع تربوي عبر سلطات القرار معناها اعترضنا هذا الإصلاح باعتباره لا يستجيب لطموحات وتحديات المبروحة نريد معناها إصلاح تربوي كامل وشامل بما في ذلك الإقامة والإعاشة للتلميذ باعتبار إيمان مننا كقطاع أن الاستثمار الرسمي والصحيح والموضوعي لا ولن يكون إلا الاستثمار في العقول لكن للأسف أعطيك رقما ربما يبدو لك مزجعا معناها مباشرة بعد ثورة 17-14 جنفي 17 ديسمبر 14 جنفي هناك انقطاع عن الدراسة في سن مبكرة معناها بين 12 و16 سناء معناها رقم مهول ومزجع كل سنة هناك انقطاع عن الدراسة سواء في المرحلة الأسفية والأعدادية والثانوية عدد مهول يقارب معناها المئة ثلث كل سنة أستاذ صادق بعد إذنك بلغة الأرقام ونحن نجهز الحلقة أرقام مفزعة جدا عن القطاع للتعليم عن تعاطي المخدرات داخل الفضاء المدرسي عن العنف المدرسي عن اعتداء على المدرسين والإطار التربوي كلها أرقام مفزعة وهي أرقام رسمية من الوزارة أكيد لنا متابعة في محطات مغاربية للوضع التربوي في تونس وفي جل الدول المغرب العربي أشكرك أستاذ صادق المحمودي الكاتب العام لفرع جامعة التعليم الثانية بمحافظة القسرين محطات مغاربية معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير فقم معنا لأننا نعتبرك شريكاً في صناعة المحتوى فقد خصصنا لك منصة شارك ليصلنا رأيك وسؤالك بالصوت والصورة في برامجنا التفاعلية كيف الصحة لكل زمان ومكان استشارات قانونية منصة شارك تستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم بالصورة ومقاطع الفيديو على خدمة سكايد أو الإيميل شارك لتكون لك الكريم فلسطين فلسطين قصة سمود وجود الطاغية المستبد الفاسد وانعكاس لحل الناس تخفى قومهم فأطاعوه هنا المفارقة اليوم الأمة إذا لم تتحرك فهناك شعب رابط شجاع جداً يستطيع أن يطلحها ويستطيع أن يعري قالوا العسكري وغليد للأذى فاتم أن إجليس للطغيان رباه لا يوجد أي قرار من الدول التي تتحكم في المنطقة وتتحكم في المنطقة يمكن أن يقرأ بطريقة عقلية بالعكس كله يخالف المنطقة أن هؤلاء الصبيا الذين يحكمون العالم العربي الآن يشتغلون على المكشوف هم ليسوا بحاجة لأن يمثلوا أنا بكم مشاهدين الكرام الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية تحول مؤتمر شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي إلى ساحة لتصفيد حسابات وتبادل الرسائل إن كان بشكل مباشر أو بالوكالة بين أقطاب الحزب والزعامات التاريخية له وبين أطراف خارجية إن كانت محلية أو إقليمية أو دولية هذا المؤتمر الذي كانت فيه كلمة عبدالإله بن كيران الأمين عام السابق للحزب لها صدى وتدعيات إن كانت داخل الحزب أو على المشهد السياسي والحكومي عموما في المغرب نتابع هذا التقرير ثم نعود نقاش في مشهد غير مألوف خاصة في صفوف الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية عرفت فعاليات المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي المنعقد في أول الشهر الجاري تبادلا لرسائل سياسية مباشرة وبالوكانة بين التيارين المختلفين في الحزب الأول بقيادة الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني والثاني بقيادة عبدالإله بن كيران الأمين العام السابق والتي تشير إلى أن الخلافة لم ينتهي ولم ينجح الحزب في استعادة لحمته كما كان حاله قبل زلزان الإعفاء كما وصفه بن كيران فالاستقبال الكبير الذي خصصته شبيبة الحزب لبن كيران والشعارات التي جرت ترديدها في حضرة العثماني وباقي أعضاء الأمانة العامة من الوزراء مثل شعار الشعب يريد عودة بن كيران شعارات شكلت نوعا من التمايز في التعامل مع القيادتين حيث بدى الأمر كما لو أنه مرتب له في حين كانت تفاعل باهتا مع كلمة العثماني مقارنة ببن كيران الرسائل لم تكن موجهة لداخل الحزب فقط بل تضمنت كلمة بن كيران تهجما مباشرا على شركاء الحزب في الحكومة بما تسبب في حرج كبير لرئيسها وأمين عام الحزب سعد الدين العثماني الشيء الذي دفعه للتبرئ منها لاحقا الخلاف والتباين داخل حزب العدالة جعل أحد قيادات الحزب يتحدث عن محاولة لتغيير المشهد السياسي والانقلاب على العثماني والأكيد أن تداعيات ما يقع داخل حزب العدالة والتنمية المغربي سينعكس بالضرورة على المشهد السياسي المغربي عموما وخاصة على أداء حكومة سعد الدين العثماني شاهدين الكرام لمنقشة هذا الموضوع الخلاف بين عبدالإله بن كيران وسعد الدين العثماني التي هي تباين في المقاربات واختلاف وجهة نظر في الأداء السياسي في الموقف من الحكومة أما المسألة تجاوز ذلك إلى شخصانة هذا الخلاف الحديث في هذا الموضوع أن نستقبل في السيوديو أستاذ زوهير عطوف الباحث والمحالة السياسية وبعد قليل يتحقبين عبر الهاتف أستاذ محمد بودن المحالة السياسية المغربي أستاذ زوهير بدأ المشهد غريبا نوعا ما عن حزب العدالة والتنمية الحزب دخلفية إسلامية حزب ظاهيره والدعوي وحليفه والدعوي حركة وحيدة الإصلاح التي على الأقل هي التي تضخ في قيادات وعناصر الفاعلة وفعاليات الحزب وكواديره نجد اليوم هذا الخلاف كانت له مؤتمر شبيب المؤتمر سادس شبيب للعدالة والتنمية ساحة للرسائل والرسائل المضادة وأيضا لتصفيت حسابات حتى مع الحليفة الدعوي حركة وحيدة الإصلاح لماذا وصل الوضع في حزب العدالة والتنمية إلى ذا الحد ولم يتم إدارة الأزمة بشكل لا تجعلها ظاهرة للعين كما لاحظنا في المؤتمر نعم أولا نشكركم على الصدفة الكريمة في هذا البرنامج المتميز لا شك أن الخلاف هو ليس وليد اللحظة بالمناسبة هو الخلاف لكن نضع المشاهدين في الصورة كاملة هو بدأ انطلاقا من إعفاء بن كيران في تشكيل الحكومة نعرف أن الملك المغرب عين سعد ديل عثمائس عبدالله بن كيران من أجل تشكيل اتلاف حكومي طبعا الآن هنا كما يسمى بلوكاش في المغرب استمر رسلت أشهر في الأخير تم تخلى على عبدالله بن كيران الزلزال كما سمى هو نعم سمى الزلزال السياسي الذي الآن هو ما زال في كل لحظة يتكلم على هذا الزلزال الذي هو في اعتقدي أنه ضره بشكل كبير ليس فقط للإعفاء وإنما طريقة الإعفاء المهينة التي تم إعفاء بها بن كيران وأيضا تشكيل الحكومة التي تم تشكيلها بشكل هاجين وأيضا إدخال ما يسمى باتحاد الشراك الذي هو كان رافض خط أحمر بدخول الحكومة وبالتالي حتى تبعات شكل الحكومة كانت أيضا هي شكلة إشكال باسم العبدالله بن كيران وبالتالي في اعتقدي أن الرجل لأن الرجل كان في قمة العطاء السياسي بتاعه كان الآن عبدالله بن كيران كان في ذلك الوقت يشكل ليس فقط نموذج وإنما أنموذجا وإيقونة للعمل السياسي والشعبي والاحتكاك بالشعب الرجل في قمة العطاء بتاعه انتصار وراء انتصار في الانتخابات لا الجماعية ولا البلدية ولا الجهوية وحتى البرلمانية يتم إعفاءه بشكل مهين جدا الرجل طبعا صبر إله ولكن يبدو أن الأزمة هذه لم أثرت فيه بشكل كبير في كل لحظة في كل مؤتمر لا المؤتمر الأخير بتححز بعد التنمية الذي كان قبل شهرين ولا اللقاءة التي نظمت مع عبدالله بن كيران ولا اللقاء الأخير الذي تم قبل بعض أيام مؤتمر الشبيبة التي ذكر بهذا الموضوع بتاعه من الحكومة يبدو أن الأمر حزف عبدالله بن كيران وكما تبعات شكيل هذه الحكومة الآن هي للأسف الشديد على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي هناك ضعف هناك ضعف لأداء الحكومة نلاحظ أن حتى حزب عدو التنمية الذي يقود هذا الأتلاف بعض الوزراء الذين ينتمون الحزب الأحرار الذي استهدف رئيسهم عبدالله بن كيران في الكلمة الأخيرة عزيز أخنوش أقصد هنا عزيز أخنوش الذي عبدالله بن كيران وجه مدفعية والتقيلة التي نعرفها إلى هذا الرجل واعتبر أن التحام السلطة بالمال باعتبر الرجل من أغنية المغرب يشكل خطر على الدولة بمعنى أنه كانت رسائل قوية في اعتقادتها معنا عبر إليه تفلو أستاذ محمد بودن المحلل السياسي المغربية أهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا ضيفنا في الستوديو أستاذ زوهير عطوف قال بأن عبدالله بن كيران قد وجه رسال ووجه مدفعيته الثقيلة على عزيز أخنوش زعيم حزب الأحرار وهذا جعل سعد الدين عثماني يتبرأ من هذه التصريحات ويقول بأن لا خوف ولا خلاف داخل الأغلبية الحاكمة ولكن الواقع يقول عكس ذلك واضح أن تدعية هذا التصريح كان لها تأثير إن كان على علاقات الأحرار بمكون الرئيسي للحكومة العدالة والتنمية أو حتى على الأداء الحكومي أعتقد أن التصريحات الأخيرة لأمن العام السابق بحزن العدالة والتنمية وإذن تكون صادقة بلادي كيران يعني هي يعني هي صريحة بأنها مطبوعة بكثير من يعني يعني الكثير من التعقيد خاصة وأن العلاقة بين حزم عدلة والتنمية وحزم تجمع الوطن الأحرار والأحزاب طبعا التي تسير معه في القط هي علاقة يعني يعني علاقة غير يعني مطبوعة بالهد وهي علاقة فيها تعايش أكثر منه يعني أي شيء آخر أعتقد أن تطريحات عبدالله بن كيران هي تطريحات سعيد الشعبوي يعني نوعا ما للمشهد السياسي وخاصة أن المشهد السياسي عرف يعني خضاؤلا في منصوب الكتال الشعبوي في اللحظة الأخيرة حتى منصوب السياس انتفضا وعنما ولتنان بالسياسة حتى البعض أصبح يتحدث عن زمن نهاية السياسة في النغرب بعد ما خرج من كيران أن كيران أعادنا لأننا يترضى للمشهد السياسي رسائله كانت رسائل مباشرة لا تقتل التأويل لكنها وقعته في تناقض واضح لأنه قبل أشهر أو أقل من سنة ذكر بأن عاجل أخمه وشارز له مستخي له موقع له حضور وفي أطرحات آخيرة قال شيء آخر معنا هناك أي أهم حتى بن كيران متأثر بالنزاج الذي هو فيه طبعا النزاج ليس شيئا بن كيران يحاول أن يقول لبعض لم أنتهي لذلك لازم تحاضرا يمكنني أن أؤثر وطبعا رسالته لها تأثير كبيرة أولا على حزب العدلة والسمية لأنه حزب العدلة والسمية من خلال الأمين العام سعبد العثماني مطالب بإتصاد قرار واضح إذا هل سيمنعون الحديث أم يطلب منه عدم استقميل من رسائله وقوات رسائله أم سيترك الأمر هكذا هنا سيصنف بعض عنه يمارس عمل تنفيذ الحكومي في الأسبوع ويمارس المعارضة في النهاية الأسبوع يعني هذه كلها معشرات مرتبطة بفرحة بن كيران ولكن أعتقد أن في المضامين الآن هناك مياه كثيرة تهري تحت جفري التحالف الحكومي والأصل هو أساد محمد في ردة فعل سعد الدين عثماني عندما يقول لا خلافة في الأغلبية الحاكمة ولا خلافة مع شركاء في الحكومة هل التيار الغالب الآن أو التيار الأمانة العامة وما يسمى بتيار الوزارة في حزب العدالة والتنمية قد فضل البقاء في الحكومة والتعاطي مع الأمر الواقع وإقرار هذا الأمر الواقع على الانخراط في التوجه ما بين معقفين وكما ذكرت خصم لهذه الحكومة لتركيباتها لأدائها وحتى لرؤية هذه الحكومة لم أتمنى الزياد وذلك وصلت عبارة أن سعد العثماني أعلن على أنه يتواصل مع المسؤوليات المسؤولي وطبعا ليس هناك أجوار المساربة بين القطرات المسؤول لأسلاث الحكومي بتأثير أن تصريحات بن كيران غير ميزمة لحكومة العثماني ولكنها مؤسعة وخاصة أن بن كيران له من طبعا يتغفرت لديه الخبرة لشأن العمل والعمل الحكومي وقد يلعب على هذا الوطر بين السنة والفقرات خاصة وإن كان لديه مخطط أو رؤية حول تأثير العمل الحكومي أو طبعا طرد طرد أن تقريب هذه اللحظة انتراب الحكومي يعني العثماني الآن بيننا رين أولا يجب أن يقدم جوابا واضحا حول الفرض المتعلقة بمماركة حزب عدل والتنمية لدوري الأغلب المعارضة المسلوط وبشيات الأخرى يجب أن يتفاعل أو يتعاطى مع بن كيران الذي له شعبية جارفة داخل حزبه ويصمت من خلال مؤتمر الأخير مؤتمر الشديدة على أنه زعيم وطن فبن كيران العثماني عليه أن يدبر هذين الصعوب المعطعين الصعبين معطاء متعلق بالأكلاب الحكومي من أجل أن يستمر ومعطاء من أجل أن لا يقيد من أرية الحكومي وهذه تبدو أستاذ محمد وهذه تبدو المعركة الحقيقية لسعد الدين العثماني كيف تستمر الحكومة في عملها وكيف أيضا يحافظ على الحد الأدنى من التماسك داخل حزب العدالة والتنمية باعتباره والأمين العام لهذا الحزب أشهر لك أستاذ محمد بودن المحلل السياسي المغربي كنت معنا عبر الهاتف من المغرب أعود لك أستاذ زهير إذن هناك خلاف له عديد المرتكزات كان حول الحكومة تشكيل الحكومة هناك ما هو شخص شرط إليه وهذا الأعفاء المهين لعبد الله بن كيران والذي أثر فيه وأجعله إلى حد ما لا نقول يبحث عن الثقر ولكن يبحث عن الترداد الحد الأدنى من قيمته الاعتبارية وهذا شيء طبيعي لرجل في حجم عبد الله بن كيران وفي قدرته على التأثير وفي زعامته أيضا ولكن هناك مسألة أخرى أيضا تثير التساؤل لماذا عبد الله بن كيران تحرك الآن لماذا انتهز فرصة مؤتمر شبيب الحزب حتى يقول أنا موجود من جديد كما ذكر رساد محمد وحتى يتحرك في فضاء هو إلى حد ما داعم له كما نعرف الشبيب العدالة والتنمية كانت داعمة للولاية الثالثة لعبد الله بن كيران الرأس الأمانة العامة لماذا هل هو اختار هذا الفضاء باعتباره فضاء حليف له أما اختار هذا الفضاء لأنه أراد أن يسر رسائل واضحة وبشر ويقول أنه له ظهير وظهير قوي شبيبة الحزب نعم هو بالمناسبة أنت قلت يعني هو أول مرة يتحدث عبد الله بن كيران بهذه الحدية ويهاجم شركاء في الحكم بهذا الشكل نعم صحيح ويبدو أنه للحكومة هناك خصوم كثير للحزب عدد التنمية هناك محاولة إضعاف حكم وإضعاف سعد دي العثماني صحة التعبير ماذا نكون صراحة هناك الحزب الأحرار في شخص عزيز أخنوش وإضاء الاتحاد الشراكي في شخص الكاتب الأول لإدرس الشقر يعني هناك مجموعة متجربات تتدل على ذلك يعني علقاء سعد دي العثماني مع الشقر وزراء هؤلاء لآخر المجلس الحكومي ثم الجهة ثم اللقاء الذي نظمه سعد دي العثماني مع الجهة الشرق المغرب الذي كان جميع الوزراء الحزب الأحرار لابد أن يحضروا لهذا اللقاء الذي كان قبل يومين فلم يحضر أي وزير طبيعة حال هذه إيهانة للرئيس الحكومة وأنه نحن الذين نتحكم في هذه الحكومة وننسير كما نريد بمعنى أن هذه رسائل الواضحة بأنه يريدون أن يضربوا صورة حزب عدد التنمية أمام الرأي العام أن هناك قوة أكبر من سعد دي العثماني في اعتقد أن ابن كرام نعم يسغل هذه الفرصة المؤتمر بتاع الشبيبة طبيعة حياة الشبيبة من خلال الشعارات التي رفعت الشعب يريد من كرام من جديد ومجمع من الشعارات التي تريد على أن الناس لا تريد أن يستمر في رئاسة الحزب هناك بعض تصريبات تقول أنه يطالب بمؤتمر ستنائي رغم أن الأمر بعيد لأن حتى سعد بن كرام لن يذهب في هذا الأمر الأمر ما زال متقدم لكن في اعتقادي بأن هناك نقاش داخلي حقيقي داخل الحزب عدد التنمية سيصفر في الشهر المقبل على نقاش داخلي حزب تجاوز هذه الأزمة إن استطاعه بشكل من الأشكال يعني أنت قريت الآن بأن هناك أزمة هناك أزمة أزمة واضحة يا سيد سيد الفاضي لأنه توصيف هذه الأزمة هذه الأزمة عابرة أزمة وقتية أزمة عميقة بين الرجلين يعني عبدالله بن كيران وخطابه ما يقال بأنه خطاب شعب ولكنه خطاب يوجه للشعب في آخر الأمر ومقبول ومسموع من الشعب المغربي وبين خطاب ويبحث عن التوازن عن إدارة الأمر الواقع عن التعاطي ببراجماتية يمثل ولحد الماء سعد الدين العثماني هل هو اختلاف في وجهة النظر وفي الأداء أم هو الاختلاف هو إدارة أزمة حالية آنية وارتبطت بظرفية معينة نعم ما دعم هذه الأزمة هنا بضبط الأزمة هي ما زرت مستمرة الآن كان يقال بأن الحزب العدو الترمية في مؤتمره الأخير الذي كان قبل شهرين سيتم إقفال هذا النقاش الداخل لكن النقاش الآن على مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وكل جميع ما زال النقاش مستمر حول بن كيران وحول تشكيل حتى المؤتمر كان في تشكيل والقيادات التي أفرز هذا المؤتمر تم في إقصاء مجموعة من مجموعة من الأشخاص الذين بين قوسين اختيار بن كيران التعبير الذين تم اختيار من طرف المجلس الوطني لكي نكون واضحين من طرف المؤتمر تم اختار هؤلاء لم يتم كثير منهم أو أغلبهم لم يتم إدماجهم في القيادة الأمان العام والقيادة التي تسير الحزب هذا في اعتقاد الخطأ الأول إذا اتكبوه سعد العثماني على العموم لا يوجد خلاف بين سعد العثمان و سعد وبن كيران وإنما هناك ممكن نتكلم على تيارين تيار التي تتكلم عليه وسائل الإعلام الآن وأصبح واضح هذا العيان الذي يقوده مجموعة من الوزراء أو أغلب الوزراء ثم التيار بن كيران الذي يقوده بالأساس أغلبية شباب حزب عدد والتنمية ومنهم عموم المواطن لأن المواطنين يحسون بأن الناس صوتوا على حزب عدد والتنمية وصوتوا على عبد عبد ومكيران وبالتالي التخلي على عبد ومكيران وتخلي على الحزب إن صح التعبير على عبد وإيضا تخلي على عبد المكيران بهذا الشكل المهين فأعتقد أنه ضرب للأصوات التي صوتت على حزب عدد والتنمية طبعا لكي نكون واضح أستاذ محمد أن الحزب عدد السابقة وإنما في اعتقادي أنه كنا نرى بأن هناك حكومة تمارس السلطة إلى حد ما يعني أنا أقول لك أن هناك في المغرب تقريبا ثلاثة وزار رؤساء حكومة مروا بشكل قوي كانوا منهم عبد إيضا كيران ثم أستاذ عبد الحمال يوسفي ثم أول رئيس حكومة محمد إبراهيم هذو ثلاثة رؤساء هذا الشكل عبد الله بن كيران هو إهانة حتى الأصوات التي صوت على عبد الله بن كيران أيضا الذي استفاد من موجة الربيع الديمقراطي وموجة الربيع العربي واستطاع أن يتعامل بدكاء حركة 20 فبراير في المغرب سنعود لذلك في حلقات قادمة قصصة حركة 20 فبراير ولكن نعود تصريحات من كيران في هذا ما تبقى من الدقائق قال أنا ملكي ولكنني لستم خازني يعني يعني أنا يعني يعني يعلن ولائه للمؤسسة الملكية ولكن ليس للمخزن المخزن المعنوع الدولة العميقة إن صح تعبير التي أيضا لها ولاء للمؤسسة الملكية والتي يسمي أحيانا بن كيران بالأشباح والتمسيح يعني وكذلك هو وجه خطابه لعزيز أخنوش تجامل وطن الحرار بأن أنت تتحدث عن الفوز في انتخابات عشرين وواحد وعشرين ما قال لك ذلك الشوافة الشوافة يعني القارئة الكفة التي قالت لك ذلك يعني بلغم يستهزئ ويقول أنه لا يرى مانعا أن الملك أراد أن يحل الحزب ولكن فقط نحن نتحرك في داخل هذه المضلة يعني هذه الرسائل التي يقول فيها من حيث أنه يغازل المؤسسة الملكية ثم في ناحية ثغرها هو يضرب على وطر نحن لسنا الولاء الأعمى والمطلق والمشبوه للمؤسسة الملكية هل عبدالله بالكيران قد حدد خصومه المال السياسي المخزن وكذلك من يخالفه داخل العدالة والتنمية نعم هو واضح في الخطار منذ الأول منذ سنوات ليس هذا وليد اللحظة وأنه بالكيران يوجد خطوط حمراء على الملكين الملك في المغرب هو رئيس الدولة وهذا يعترف بأننا ملكيين البعض يشبه بأنه ملكي أكثر من الملكية من كيران يعرف حدوده الرجل هو ملكي وكان يقول لا يوجد إشكال في هذا الإشكال لكن الإشكال المطروح الآن هو أننا عندما يحيطون بها المؤسسة الملكية والناس الذين يتكلمون بإسم الملك هو الذي عندهم إشكال من يشكال معهم لماذا؟ لأنه عندما يقول الملك عندما قال صرح أنه إذا أراد لكنه حل يحل هذه الحزن لا يعutos مشكل الإشكال وأنه مثلاً عزيز أخ النوش ومأمثاله كما يصرح عبدالله من كيران وأنهم يتصرفون بقربهم من ملك أنهم أكبر من الحكومة وهذا إشكال خطير جداً بمعنى أن هناك رئيس حكومة وهذا هو الذي لماذا لا أراد سعد لم يريد عبدالله من كيران قبل تشكيل الحكومة أن يدخل الحزب تحت الشراكي الذي جره التجمع الوطن الأحرار لأنه كان يعتبر بأن هذا الحزب يعني تجره الدولة العميقة ويجره حزب الأحرار بمعنى أنهم يريدون أن يسيطرون على المؤسسة الحكومة بشكل من الأشكال لهذا رفض عبدالله من كيران دخول اتحاد الشراكي بمعنى أنه يريد أن تكون الحكومة وزن حقيقي تشغل بشكل عادي وشكل الذي صوت عليه الشعب لعبدالله من كيران فكان يرفض هذا التحكم في الحكومة والتحكم في الشخصية يوجد رئيس الدولة الملك معروف ويوجد أحزاب السياس ويوجد رئيس الحكومة كثاني السلطة في البلاد متمثلة في رئيس الحكومة كفا من غير هؤلاء لا نستمع لهم إلا في إطار القوانين وفي إطار الديمقراطي التي تحكم البلاد فاعتقد هكذا كان هو الخطر وهذا الخطر منذ سنوات نعم يعني في ثواني في خمسة عشرة ثانية هل يمكن الآن أن نشير إلى تخوف من التجربة الديمقراطية في المغرب بعد هذه الأزمة وحزب العدالة والتنمية باختصار شديد نعم هو الأزمة الأسف الشديدة نحن كنا نتكلم عن أن المغرب شكل سيدنا للأسف تشكيل الحكومة بهذا الشكل وممكن أن نقول أنه ضربت التحول الديمقراطي في المغرب لكن في اعتقادي أنه ما زل الحزب رغم الضربات التي تلقى ما زل في اعتقادي أنه ممكن يشكل أمل للمغاربة ويشكل أمل حقيقي في الانتقال والتحول الديمقراطي الذي عرفه المغرب الذي بدأه بشكل سريع بعد 2011 يجب أن كل منطقة العربية تعيش على أمل التحول الديمقراطي حتى بتجارب الثورات الرابعة العربية أيضا تعيش على أمل النجاح أشكرك أستاذ زوير عدد الكاتباء المحلل السياسي البحث عفوا المحلل السياسي المغربي أشكر زملا في الأعداد التفيد أستاذ المشاهدين على الحسن المتابعة حتى نلتقيكم في أملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة